آخر أخبار تصحيح السنوية العامة شعبة العلوم هي أعلى نسبة في النجاح لهذا العام يليها شعبة علم رياضة وأخيرا الشعبة الأدبية تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد الخاصة بامتحانات السنوية العامة حتى اليوم هناك مؤشرات تشير إلى أن نسبة النجاح في بعض المواد يتراوح ما بين 80% و 95% أخبار مؤكدة بخصوص تطبيق درجات الرأفة للطلاب ولدينا مجموعة أخرى من الأخبار الهامة ونسبة مهمة جدا للشعب الثلاثة فابقوا معنا تشير المؤشرات الأولية إلى أن شعبة العلوم هي التي في المقدمة في امتحانات السنوية العامة ونتائجها هذا العام 2022 ثم تليها بعد ذلك شعبة الرياضيات ثم في النهاية الشعبة الأدبية ونسبة النجاح بالسنوية العامة لهذا العام تتراوح ما بين 80% إلى 95% وأشارت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم إلى أن نسبة النجاح بالسنوية العامة بمختلف النوات تتراوح ما بين 80% إلى 95% وصرح مصدر داخل وزارة التربية والتعليم أن كافة المؤشرات الأولية لنتيجة السنوية العامة لهذا العام تؤكد أن النسبة العامة لن تقل عن 73% وقد تصل إلى 76% لتكون حول نفس معدل النجاح في العام الماضي الذي وصلت فيه نسبة النجاح لـ 74% في 2021 كما تؤكد المؤشرات أن نسبة النجاح في المواد المختلفة تتراوح بين 80% و95% وأن النسبة الأكبر من الطلاب هذا العام ستكون في الشريحة ما بين 65% و85% ومن المتوقع أن يحافظ طلاب العلمي علوم على تفوقهم في نسب النجاح مقارنة بزمالئين في شعبة الرياضة والشعبة الأدبية التي تؤكد المؤشرات أنها الأقل هذا العام الشعب الأدبية هي الأقل هذا العام بين الشعب السلاسة ولن تزيد عن 71% وفي السياق ذاته قدم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بقيارة الدكتور رمضان محمد رمضان تقريرا مفصلا بنسبة النجاح العامة ونسبة النجاح في كل مادة من المواد والمجميع التكرارية للناجحين وذلك كله بعد تطبيق قواعد الرأف المقررة إذن يا شباب تم تطبيق قواعد رأفة اللي هي بنسبة 10% من كل مادة يعني لو المادة من 50% يبقى نسبة الرأفة درجات الرأفة فيها بتكون 5 درجات لو المادة من 80% زي اللغة العربية مثلا يبقى درجات الرأفة لللغة العربية 8 درجات وهكذا وذلك كله بعد تطبيق قواعد الرأفة المقررة التي يتم تطبيقها بشكل إلكتروني على جميع الطلاب المعرضين للرسوب في مادة أو أكثر حيث تمنح هذه الدرجات لمن يستحقها من الطلاب بحسب النهاية الكبرى لكل مادة ومن هذه الأخبار نجد أنه من المرجح أن تكون إعلان نتيجة السنوية العامة يوم الأربعاء القادم الموافق الثالث من أغسطس 2022 أو يوم الخميس اليوم التالي على أقصى تقدير ولا تمنح درجات الرأفة إلا للطلاب الذين يستحقونها من هنا نجد يا شباب بأن النسبة العامة في السنوية العامة والنتائجها لهذا العام 2022 لن تقل عن 73% وقد تصل إلى 76% وسوف يتم تحديد أسماء الطلاب الأوائل من الشعب السلاس ومجاميعهم ترتيبهم قبيل موعد إعلان النتيجة ب24 ساعة وسوف يقوم السيد الدكتور وزير التربية والتعليم طارق شوقي بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع تمنياتنا لجموع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق والتفوق دا كان خبر النهاردة يا شباب اللي نتمنى أن يكون حاس على إعجابكم ويرضاكم ياريت يا جماعة ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة لو ما كنت لسه اشتركت وياريت برضو تلغط على علامة الجرس حتى يصلك منا كل جديد في حينه وفي وقته وياريت كمان تعملونا كومنت جميل كده زيكم لضمان التواصل بيننا وإن شاء الله هنكون معاكم في التنسيق ومراحل التنسيق المختلفة في الفترة القادمة بإذن الله